ها 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 ودلوقتي جي دورك عشان تبقى مخلوق خطير يا زعتر والتعويزة بتقول جابيرو دوفالوميكاتو ها 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 هم؟ ايه ده؟ بقى اني قرتها غلط ولا ايه؟ استنى يا عم يا دينيلا إيه دا؟ يا دينيلا إيه دا؟ يا دينيلا إيه دا؟ إيه دا؟ أحيي؟ استنى هحولك لـ أنا استنى ولا نيلة اسكت بقى أنا ساكتلك كل شوية تجرب علي مصيبة جديدة إنت عايز مني إيه؟ أي أي ايه دا؟ زعتر خلاص خلاص بقولك لا 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 العبد العبد لا العبد لا العبد بيبقى في الإيد مش هنا يا زعتر في البداية وحشتني جدا جدا وخلينا بقى النهاردة نتكلم عن أخطر ثلاث سحرة اتعرفوا على وجه الأرض ونبدأ بأول واحد فيهم ساحر اسمه هازرد وكانوا بيسموه الشيطان الناطق والساحر الأكبر على مر التاريخ كله هازرد دا بقى يا جماعة كان قصة غريبة جدا لأنه هو تقريبا اتعلم السحر مباشرة من هاروت ومروت وطبعا سجد لإبليس علشان خاطر يكسب خبرة أكتر في فنون السحر وكان طمعان إن هو يكتسب سحر محدش امتلكه قبله ولا حد هيمتلكه بعده هازرد دا يا جماعة كان من أخطر السحرة اللي تعرفوا في العالم كله وتعرف باسم ناطق الشيطان بسبب قوته وتغيانه وكان بيعرف أسرار الموتة المستخبية يعني بمعنى أصح بيحضر قرين الميت ويبدأ إن هو يسأله ويعرف منه أسرار تعالوا بقى نعرف أكتر عن حياته هازرد دا يا جماعة اتولد في بابل بعد زمن النمرود في سنة 1900 قبل الميلاد وتقريبا كتب التاريخ كلها ما ذكرتش أي حاجة عن حياة السحر هازرد أو قصته تقريبا بدأت إن هي تتلاشى كل اللي تذكر عنه في التاريخ كان بيتكلم عن مدى قوته السحرية والتغيان بتاعه كل اللي التاريخ ذكره إن هو اتولد في بابل وكان من أخطر السحرة لأ وكان أمير السحرة وكبرهم وبيقولوا إن هو اتعلم السحر والشعوزة من الألواح بتاعة السومريين ومن فنون البابليين في السحر الاسوي ولكن الغريب بقى بتاعه إن هو جاب سحر خبيث جدا محدش يعرفه اتعلمه من الشيطان نفسه وهو سحر أرواح الموتى بيقوم على إن هو يحضر أرواح الموتى ويعرف الأسرار والخبايا عن أي حاجة هو عايزها الموضوع اللي يزعل بقى ومع الأسف إن السحر ده لسه بيمرسوه لحد النهاردة أو فيه أنواع من السحرة بتمرسوه أو بتشتغل عليه لحد النهاردة وهو أبشع أنواع السحرة على الإطلاق يعني وطبعا الروايات بتقول إن هازر ده كان بيسجد لإبليس زي ما النمرود عمل علشان خاطر يكسب قوة سحرة أكبر وشرة أخبس طب تفتكروا بقى هو ووقف لحد كده؟ أكيد طبعا لا ده زود بقى من عنده وأكبر السحرة ببابليين على إن هم يعبدوا الشمس والنار والكواكب ومن هنا جات فكرة إن الكواكب لها القدرة على إن هي تأثر في حياة البني آدم ولما تبقى عمودية معرفش إيه ولما تبقى إيه ومن هنا بدأت رحلة المنجمون والكواكب والنجوم والحاجات الغريبة اللي كنا بنشوفها وبنسمعها دي لأ وابتدع بقى إن في ناس بقى بيكمعها في بيوتها من كتر الخوف نروح بقى للساحر اللي بعده عبدالله الحزرت وده ساحر يمني اتولد في صنعاء سنة 700 ميلادي والناس كانت بتسميه المجنون بسبب أفكاره الغريبة قضى عشر سنين في الصحراء في خلوة غريبة كده والناس قالت عليه إن هو كان بيتوصل فيها مع الجن الحزرت ده بقى عمل إيه يا جماعة؟ أحيا نوع غامض وقديم من أنواع السحر الأسود وهو نفس السيناريو اللي إحنا تكلمنا عليه على هزرت وهو إنه يحضر الكارين ويتواصل معاه وبكده يبقى بيتواصل مع الموتى ويخليه ينطق ويعرف كل حاجة بس الحزرت ده بقى كان أخبس وعمل حاجة أبشعة إنه هو ألف كتاب العزيف اللي إحنا تكلمنا عنه قبل كده وهو من أخطر كتب السحر على الإطلاق وبيقال إن الجن هم اللي قتلوه علشان خاطر كشف أسرار في الكتاب بتاعه ما كانش ينفع إنه يتكشف للناس الفكرة بقى هنا يا جماعة لو في حد خد باله هو اسمه عبدالله عبدالله ده اسمه عادي عربي بس إيه قصة الحزرت دي؟ في روايات كتير قوي بتقول إن اللي سماه الحزرت ده هم الجن سموه كده وهو في الأصلة أصلاً كان شاعر وكان شاعر مشهور جداً في وقته وأهل اليمن كانوا بيفتخروا بيه وبيعتبروا قمة كبيرة جداً في الشاعر في الوقت ده طبعاً الطمع كان صاحبه حب إنه هو يدخل في مجال تاني ويعزز ويقبر شهرته دي أمل باشا داخل في مجال السحر والشعوزة واختفى خالص لمدة عشر سنين وطبعاً الخزعبلات طبعت عليه إلا قالك أنا شفته بيكلم مخلوقات غريبة واللي شافه بيتير واللي شافه بيعمل معرفش إيه وحاجات غريبة كده بيتقال إنه هو لما قعد في السحرة قعد يجمع تعويز وتلاصم كان بيتقال إن هي بتدي للي بيقراها المعرفة بالسحر اللي الناس بتجهله وطبعاً ألف الكتاب بتاعه ده والكتاب الترجم لشوية لغات ونسخ كتير قوي اختفت وفي الأخر خالص الفاتيكان أمره بحرقه أو بحرق كل النسخ من الترجمة دي بيتقال إن في نسخة واحدة في مكتبة الفاتيكان لكن الموضوع الغريب هنا إن مفيش أي نسخة مكتوبة باللغة العربية وبيتقال برضو إن اللي موجودة نسخة إنجليزية واللي كان كتبها كاتب اسمه وارد معرفش أنا تقطع اسمه صحة ولا غالب بس هو اسمه كده لكن النسخة الأصلية مصرها إيه محدش يعرف نروح بقى على الساحر اللي بعده وده طبعاً كلكوا هتبقوا عارفينه هو أحمد ابن علي البوني أو اسمه أحمد ابن علي ابن يوسف البوني الملكي وده صوفي وكاتب جزائري اتولد في مدينة بونة بالجزائر معرفش برضو إيه اسمها كده ولا اسمها إيه المهم إنه هو عاش في مصر ومد في القاهرة وكتبه كانوا بيستعملوها لحد القرن الواحد والعشرين في السحر الناس بتختلف على أحمد ابن علي البوني ده في ناس بتصفوا بالشيخ المتصوف الزاهد وبين ناس تانية بتوصفوا بالساحر المشعوز ليه بقى كل الناس تعرفوا أحمد ابن علي البوني ده جماعة هو مؤلف أشهر كتاب سحر في العالم وهو كتاب شمس المعارف الكبرى اتقال إنه هو كان مجنون بحضارة مصر القديمة وفي وقت الزيارة بتاعته لمعبد من المعابد في السعيد في مصر لقى بردية فيها وصفات سحرية استخدمها قدماء المصريين في تسخير الجن قاعد يجمع فيها في الكتاب بتاعه وطبعا مفيش حاجة أكبر من كتاب شمس المعارف إن إحنا ممكن نتكلم عليها وأنا بقول بقى كفاءة لحد كده عشان أنا أصلا بخاف لوحدي وطبعا عزيزي المشاهد ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير وشكرا جدا عدعمكم لي يا جماعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة